اخي المسيحي واختي المسيحية الموضوع اللي هتكلم فيه دلوقتي موضوع هام جدا مسألة حياة اموت عشان كده عاوسكم تسمعوني بقلوبكم وانسمعونيش بالأذن وانواسقين دوتوا وسمعتوني بقلوبكم كلامي يخترق قلوبكم للمعظم مسيحيين مش متكبرين انا هتكلم ربنا اللي قال لنا كده في صورة المائدة قال لنا تجدنا اشهد الناس عدوة للذين امانوا اليهود والذين ارشكوا ونتجدنا اقرابهم موضة الذين امانوا والذين قالوا ان نصارى ذلك بان منهم قصيصين ورهبانا وانهم لا استكبرون المتكبر هو اللي برفض الحق بعد ما يعرفه انا هتكلم عن مواجزات قوية جدا جدا في القرآن لمدة خمس او ست دقائق اسمعوني بعد كده المكلام البحر ربنا سبحانه وتعالى بيقول في صورة الداريات في اية رقم 47 27 والسماء بديناها بأيدن وإنا لموسعون والسماء بديناها بأيدن يعني بقوة ربنا بيقول كده وإنا لموسعون يعني بقول ربنا بديت السماء بقوة وحوسحها العلم الحديث اثبت ان العلم فعلا ان السماء بتتوسع بسرعة 30 الف سنة ضوئية في السانية لان فيه 275 مليون نجمي بيطردوا كل يوم في لازم السماء تتوسع وإلى يكون ينفاكر طبعا صحيح اعرف الكلام ده من ايه هل هو قال من نفسه وإنا لموسعون وجات معاب الصدفة ولا ده كلام ربنا سبحانه وتعالى طبعا اكيد أكيد اللي قال وإنا لموسعون ده ربنا بيش مش رسول عصم قال كده وجات معاب الصدفة موجزة قوية جدا ده أسلم بسببها لناس كتير موجزة اني قوية جدا رسول عصم قال في الحديث إذا سقط الزباب وفيه إيناق يحددكم فليقمسها طبعا ينزحها فينا فيها أجنيحاتها ده وفي الآخر دوا العلم الحديث أثبت ان فعلا أحد أجنيحة الزبابة في دوا لذلك رسول عصم أمرنا لما الزبابة تقع في الإناء إن احنا نغمسها لما احتغمسها في الإناء هتنزل الدوا ده هتقتل البكتيريا اللي نزل من الجناح التاني وهتطهر الإناء وتنقوط لأن جناح فيه بكتيريا وجناح فيه دوا يعني من الحديث أثبت هذا وفيه أكتر من دراسة عاملة في أستراليا وأمريكا أثبت صحة الحديث لدرجة ان هم بدوقتي بيصنعوا مواد علاجية لعلاج الأمراض من جسم الزباب رسول عصم سبق العلم من 1400 سنة وقال الكلام ده موادسة قوية جدا أسلم بالسببها الناس كتير جدا عايزي أكتر من جدا موادسة قوية جدا رسول عصم قال في الحديث إن الله خلق ابن آدم على 360 مفصل على كل مفصل كل يوم وصدق ويجزئ كل ذلك سلاطه رقعتين في أول النهار العلم الحديث أثبت أن فعلا كل واحد فينا بيتولى بـ 360 مفصل زمر عصم سبق العلم من 1400 سنة ولم تعرف هذه الحقيقة لمن غدو السنين قليا جدا طيب الرسول عصم في الكلام ده منين ألف منين كل واحد فينا بيتولى بـ 360 مفصل هاختلكم كل المواجزات دي مدعمة باللينكات تحت الفيديو موجزة قوية جدا أسلم السببها الناس كتير موجزة تانية قوية جدا القرآن بيقول في آية رقم في سورة النجم جزء 27 آية رقم 45 و46 وأنه خلق الزوجين الذكرة والأنثة من نطفة إذا تمنى من نطفة إذا تمنى يعني إيه نطفة إذا تمنى الحاول المنوي بتاع الرجل الحاول المنوي النطفة المنوي الرجل هو اللي يمنى يعني كان رب القول الخلق الزكرة والأنثة من الحاول المنوي . الحاول المنوي من الحاول السابقة الحاول المنوي هو اللي بيتحكم في نوع الموجود مفيش أي علاقة بين بوايضة المرأة ونوع المولود اكتشفوا ان ش learn of his brain انه نوعين نوع زكري ونوع أنسوي زكري بيلقح البوايدة يطلع على زكرة ولكن أنسوي بيلقح البوايدة بتطلع على أنسة هو الواجدسة قوية جدا أسلم لسببها ناس كتير جدا. مرسوح صحيح في كلام ده منه وكي راجل امي من 1400 سنة لا يقرأ الاجتماعي قوي جدا. ربما يقول في صورة الانعام الجزء الثامن اي رقم 25. ما يرد الله ان يهديه ويشرح صدره للاسلام وما يرد ان يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا. اسمعوا. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجسة على الذين لا يؤمنون. يعني ربي بيقول اللي عايز يخش في الاسلام. هيحس ان صدره ضيق وحرج كأنه مخنوق كأنه بيطلح في السماء. والعب الحديث اثبت ان فعلا لما تطلح في السماء طبقات اكسجين بيقل في طبعات الجو العليا في السماء. ولا تصبر طبعا هذه الحقيقة اللي مخدو السنة قليل جدا. ربما كن راجل امي. يعرف منين ان الاكسجين بيقل في طبعات الجو السنة العليا. موجيزة قوية جدا. المنطق يقول ان الاكسجين يزيد فوق لان حالب نبت عن الزحام والدخان والتلوث. الفضاء. لكن العلم الحديث اثبت هذه. موجيزة قوي جدا. الكفار قال رسول عسام لو انت فعلا النبي شوئينا الامر نصين وحنصدقك ونتبعك. قال لهم تدوني العهد ومساقة لهذا. قالوا اديك العهد ومساقة لهذا. دعا الله سبحانه وتعالى وانشأمنا انشاء نصين. لكن كعادة الكفار قالوله ده انت سحرتنا ده سحر. قال لهم انت لو طلطتم مني. قالوا لا ده سحر. قال لهم طيب فيه مسافرين حيجوا. يعني لهم ليه تنقضوا عهدوكم معي. ما تقدتينوا عهد. قالوا يا ده سحر. قالوا طيب فيه مسافرين حيجوا بعد مني اسألهم لو شافوا اللي انتم شفتوه ما يبقاش سحر. قالوا ماشي. لانهم عارفين كويس ان السحر ما بيأسرش الا على الناس اللي رايبة منك. المسافرين يكون بعد يومين احنا شفنا شيء غريب جدا شفنا الامر وانشاء نصين وكنا مزونين. فقالوا له لا 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 انت سحر قوي بيروح لاماكن بعيدة جدا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة القمر اية لقم واحد اقتربت الساعة وانشق القمر. وان يروا اية تانية يعرضوا ويقولوا سحره مستمر. يعني ما يشوفوا معجزة قوية يرفضوها جهودا واستجبار ونقول لها انها سحر قوي. وده ما ندأب الكفار يطب معجزة من النبي عشان يعجزوه لما يعملها ينكروها جهودا واستجبار. ارجو انتم ما يكونوش كهؤلاء الناس. لما رواضي الفضاء نازلوا على ساعة الامر وواجدوا شقة طويل جدا في الامر طوله بية خمسة وعشرين كيلو متر. وعرضه الف خمسمائة متر وعمق خمسمائة متر. كانوا فيهم مزهولين. لانهم عمرهم ما شافوا شقة زي ده على وجه الارض. عمل ليه ابحث. لقوا ان الشقة ده مستحيل يجي نتيجة زلزال او بركان او اي ظاهرة مظاهرة طبيعية. واحد علماء وكالة ناسا الامريكية اقر. وان ابحثنا اثبتت ان الامر انكسر في الماضي. والتحب مرة اخرى. مما يثبت صدق القرآن. وان ربنا سبحانه وتعالى شاء الامر والصين للرسول صلى الله عليه وسلم من الف ربمائة سنة زي ما القرآن قال. معجزة قوية جدا جدا. بس باسلامها نسكتي جدا. معجزة تانية قوية جدا. عالم ياباني غير مسلم اسمه مسارو ايموتو. عمل كتاب عظيم اسمه مسج في السالم للماء. على التأثير الاعجازي لقراءة القرآن على المياه. واجد اشياء جريبة جدا. واجد ان البلولات المياه بتبتدي تتحرك او ما القرآن يتقر عليها. وبتعمل اشكال جميلة جدا. اشكال هندسية. واردة. صور الاشكال دي كلها حطها في كتابه. وعمل ابحاث على المياه بعد قراءة القرآن عليها. واجد ان خصائص وفعالية المياه تغيرت. بقت افضل بكسير فعالات كسير من الامراض بعد قراءة القرآن عليها. وكتب الكلام ده كله في كتابه. مسج في مطر. وحطولك الليج بتاع الكتاب ده تحت الفيديو. على الرغم ان هو غير مسلم. المعجزات دي كلها مجيش نقطة في بحر. من مئات ومئات المعجزات اللي بتدفع مئات المسيحية اللي يدخل في الاسلام كل يوم في خمسين الف مسيحي. بيخش الاسلام في مصر كل عام. وخمس مسيحين كل ساعة. بيخش الاسلام في امريكا. بسبب زي المعجزات. لو انت لغاية دوقتي مش عايز تصدق ان القرآن ده من عند ربنا. انا اسف نقولك ان انت متكبر. للا قلت لك بص على الشمس في السماء. قلت لنا اللي بشايف حاجة. يا من انت متكبر يا من انت اعمى. ونازم تعرف ان قوة المعجزات اللي في قرآن والسنة اقوى كتير من نور الشمس في السماء. ونازم تعرف ان القرآن اللي في كل المعجزات دي بيقول في سورية آل عمران الجزء التالت آية رقم خمسة وتمانين. وليبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه. وهو في الاخرة من القاسرين. ونصر عصان بيقول في الحديث. والذي نفسي بيده لا يسمع بي احده من هذه الامة يهودي او نصراني. ثم لا يؤمنوا بي. ولا بالذي ارسلت به. الا وكان من اصحاب النار. هتكون من اصحاب النار. هتقع في جهنم عمرك بحادث لعملها ابدا ابدا ابدا. نعملت الفيديو اللي اني خايف عليك ووحبك. الحق نفسك قبل نفوية الاوان. وما اندمرش نفسك ما اندمرش اخرتك. هتكون من اصحاب جهنم. هتخلط مرار جهنم. هتبكي دم يوم القامة. هتفكر كما بقولولك ده. لكن هتكون فاتق الاوان. هتتمنى ترجع للدنيا وللحظة عشان تخش في الاسلام. لكن هتكون فاتق الاوان. هتلوم نفسك اللي تبعتش كلامي. لكن هتكون فاتق الاوان. اللي خلصت اللي عايز اقوله. انزل تحت الفيديو ده. وقرأ كل مواجزة من الكاتبها دي. واضغط على اللينكات عشان تتأكد من صحة محجزات دي. بعد كده ما لكش عزر وما لكش حجة. وانت هتكون الجاني على نفسك لو ما سمعتش كلامي دخلت في الاسلام. وستذكرون ما اقوله لكم. وافوض امري الى الله. ان الله بصير بالهجان.